لم يكتمل خطاب علي بهادر جهرمي المتحدث باسم حكومة إبراهيم رئيسي في جامعة خاجة نصير بطهران بسبب الشعرات والاحتجاجات الواسعة للطلاب حيث ردد الطلاب في قاعة اجتماعات الجامعة بحضور المتحدث الرسمي باسم الحكومة هتفات مثل لا نريد نظاما فاسدا لا نريد ضيفا قاتلا وهذا العام عام الدم والموت لخامنائي هذا بينما صرح محمود حسين بور محافظ مزندران شمالي إيران محذرا مسؤولين الإصلاحيين والأصوليين من أنه إذا حدث شيء لإيران في المستقبل على حد قوله فلن يتمكن أي منهم من الإفلات من العقاب وقبل كل شيء سيتم إعدامهم على حد تعبيره وأضاف هذا المسؤول المحلي أن إيران تريد مديرا ثوريا يقف إلى جانب الثورة حتى الشهادة بحسب تصريحه وذكر أنه تم تعيين أفراد لمراقبة المديرين من تحمل میکنم موترز رو چون عزيزان تحمل نمیتونن همدیگر رو بکنن پیشناها دم اینه که جلسه رو بذاریم یه زمانی که تحمل شنیدن صدای همدیگر رو داشته باشیم برای سلامتی خودتون یه سلامت بفرستیم برای سلامتی خودتون برای سلامتی خودتون برای سلامتی خودتون لقمع الاحتجاجات القضاء الایرانی اعلن ایضا اعتقال عشرات اشخاص في محافظة اذربيجان الغربية بتهمة التعاون مع الموساد وقال ان اربع منهم متهمون بالافساد ومعنا هنا في الستوديو للمزید حول المشهد بایران المتخصص في الشأن الایرانی في قناة الحدث مسعود الفك مسال خیر اهلا بك بالاخبار لیلا استاذ مسعود نتحدث عن المشهد ككل اليوم خاصة ما رأیناه بجامعة خاجة نصیر مشهد لافت وسؤال هنا لماذا الاسرار اصلا من المسؤولین الحكوميين على النزول بين الطلاب تحديدا بهكذا فترة الغضب لان الطلاب الان هم اصبحوا الماكنة المحركة للاحتجاجات والجامعات تحولت الى ملجأ لاستمرار الاحتجاجات التي تم قمعها بشدة في الشوارع ولكن لا تزال الجامعات مستمرة في الاحتجاجات اليوم تقريبا يمكن القول معظم الجامعات الايرانية بالتحديد اليوم كانت فيها مظاهرات من الاهواز الى طهران الى شيراز الى الجامعات الايرانية في الشمال لذا وخاصة في العاصمة طهران تقريبا كل الجامعات كانت فيها اليوم مظاهرات لذا ان تلجأ الحكومة الى الجامعات تحاول عبر الحوار ان تهدئ الجامعات وتريد ان توقف في الواقع الاحتجاجات فيها ولكن بالنسبة لمن هم يرفضون السياسات التي تتبع من قبل النظام خاصة بين الطلاب وصلوا الى قناعة بان هذا النظام غير قابل للإصلاح الإصلاحات انتهت في ايران النظام مصر على اساليبه في التعاطي مع القضايا الامنية القضايا السياسية في البلد مسألة الحريات الحريات التي ليست فقط حريات اجتماعية مثل الحجاب وما شابه ذلك بل الحريات السياسية الحريات السياسية الدستوري الايراني نفس هذا الدستور رغم انه دستور فيه كثير من الخلل الا انه يسمح بتشكيل الاحزاب ويتحدث عن الحريات حرية الانتخابات ولكن هناك مؤسسات موازية تمنع كل ذلك وهي تخضع لمراكز السلطة ومراكز القرار داخل هرم السلطة داخل ايران هذا الوضع المعقد السياسي يحتاج الى تحول وهذا التحول اثمتت الحركة الاصلاحية بانها لا تستطيع تغيير هذا الوضع لذا يلجأ الطلاب الذين يعتبرون من طلائع اي مجتمع وهم في واقع الامن يحملون شعلة التغيير في اي مجتمع مصرين على التغيير والتحول الى الامام بالنسبة للمشهد بالميدان وليس فقط بالجامعات هل ما زلنا نتحدث عن تظاهرات بكل المدن التي كانت موجودة على خارطة التظاهرات سابقا؟ تقريبا لم تبقى مدينة خلال هذه الفترة الا وخرجت فيها احتجاجات حتى البلدات الصغيرة والقرى والاحتجاجات كانت اطلقوا عليها احتجاجات الحارات اي محور الاحتجاجات ليست كالسابق اجتماع جميع المحتجين في مكان واحد بل كل حارة كانت فيها احتجاجات في واقع الامن اذا كنت تنظرين من فوق اي مدينة تنظرين توزيع الاحتجاجات على كل المناطق في المدن وهذا كان احد الاساليب الذي في واقع الامن شل قوات الامن لقمع الاحتجاجات في كثير من المناطق ولكن بالرغم من الهدوء النسبي في المدن الا ان هذا لا يعني انتهاء الاحتجاجات بل هي كالهدوء قبل العاصفة قد نرى مرة اخرى في الايام القريبة المقبلة تخرج احتجاجات على ضوء دعوة او اي امر اخر خاصة مع استمرار المشهد بالجامعات كما قلت ماذا عن الانترنت اليوم استاذ مسعود هل ما زلنا نتحدث عن قطع تام طبعا لا تزال السلطات ترى بان الارتباط عبر النت يشكل خطر عليها نعم هي اضافت الى قائمة المواقع المحجوبة انستغرام انستغرام كانت بالنسبة للايرانيين هي المتنفس الوحيد من خلال الانترنت كانوا من خلال هذا التطبيق ينشروا الاخبار والى جانب ذلك كانت هناك انشطة اقتصادية لشركات عبر النت تنشط من خلال انستغرام وهذه الشركات يمكن القول الملايين الدولارات من التبادل التجاري كان يتم عبر هذه الشركات انصح التعبير على النت او على انستغرام من خلال اغلاقها هذه الشركات ايضا اضرت الكثير في الوقت الحاضر شكرا جزيلا لك على هذه الاحاطة ضيفنا هنا في الستوديو المتخصص في الشأن الايراني في قناة الحدث مسعود الفك شكرا لك اعتبر المبعوث الامريكي الخاص الى ايران روبرت مالي ان انتفاضة الايرانيين في الداخل والخارج تحمل رسالة للنظام الايراني باحترام حقوق الانسان في بلادهم الامر الذي تسبب في انتلاق انتقادات واسعة على هذه التغريدة السحفية والناشطة الحقوقية مسيحة لنجاة طالبت بتنحية روبرت مالي من منصبه بسبب تغريدته هذا وايضا ردا على موقف روبرت مالي كتبت الممثلة البريطانية من اصل ايراني نازين بن يادي في تغريدة لها على تويتر ان الايرانيين لا يريدون اصلاحات بل يريدون انهاء الحكم الديني في ايران ويرددون الموت للديكتاتور كشفت منظمة هانجاو الحقوقية مؤخرا عن حادث لمقتل الطالبة ناغين عبد المالكي اثر ضربها بالهروات في اطار المظاهرات الغاضبة في ايران لتلحق بالعديد من بنات جيلها التي قتلنا مؤخرا بطرق مشابهة ثورة اشتاحت جامعة ايران في اطار الاحتجاجات الغاضبة التي تشهدها البلاد اثر مقتل مهسى اميني لتتكرر مأساة اميني مرة ثانية باسماء مختلفة اخرها ناغين عبد المالكي وهي الطالبة التي تعرضت للضرب من قبل قوات الامن قبل اكثر من عشرة ايام ما تسبب لها بنزيف داخلي ادى الى وفاتها خلال احتجاجاتها مدان في الثاني عشر من اكتوبر اصيبت ناغين بجروح بالغة ونزيف بسبب ضربات متعددة بالهروات على الرأس من قبل قوات الامن وفارقت الحياة بعد عودتها الى سكان الطلبة وفق منظمة حقوق الانسان هانجاو والتي كشفت عن تفاصيل مقتل نيجين مؤخرا بعد ان اجبرت سلطات النظام ذوي الطالبة على التكتم على وفاتها لتستشيط جامعة دوهمدان غضبا وتنظم مظاهرة بالرغم من الاجواء الامنية المشددة ظاهرة مقتل الطالبات في ايران باتت تتصدر عنوين الاخبار بشكل شبه يومي فالمشهد تكرر مع الطالبة اسرى بناهي ذات الخمسة عشر ربيعا والتي هجمتها قوات الامن في مدرسة شمال غربي ايران ضمن مجموعة من الطالبات المتظاهرات لينتهي بمقتلها سبقتها نيجاش كارامي ذات الستة عشر عاما نيجا فقدت في طهران في العشرين من سبتمبر بعد ان اخبرت صديقة لها ان الشرطة تطاردها ليتبين انها كانت بين يدي الحرس الثوري الايراني وتنتهي حياتها في ظروف غامضة ويُعثر على جثتها مرمية في الطريق الهراوات ذاتها قتلت سارين المراهقة والتي كانت تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي الرواية الحكومية تتكرر ذاتها وتنكر اي تورط للسلطات في مقتل الفتيات المراهقات مدعية انهن انتحرنا او قتلنا في ظروف غير معروفة ايفا عمر الحدث كل هذا المشهد نناقشه مع ضيفنا من لندن الدكتور علي نوريزادة رئيس مركز الدراسات العربية الايرانية مساء الخير دكتور علي اهلا بك معنا دائما على شاشتنا وفي الاخبار الليلة سابدأ مع حضرتك من المشهد الذي رأيناه بجامعة خاجة نصير هل بات اليوم من المستحيل بالنسبة لسلطة الايرانية التحدث مع الشعب بدون تنظيم امني او اجتماعات مغلقة او يعني سيطرة تامة على الموجودين في اي كلمة او اي لقاء تهياتي اليك وعلى مشاهدي الهداث سيدتي اولا الشعب قد قال كلمته كلمة واضحة الموت للدكتور الموت لخامني يسخد جمهورية الاسلامية قائدنا قاتل ولايته باتل هذا كلمة شعب يعني واضح وصريح والنظام ليس لديه ما يقنع الشعب بإنه علي اختيار مسير آخر مسير الشعب محدد ومعين واريد ان اضيف الى اخ مسعود تحدث ان اودت بعض الهدوء الى المدن اقول لكم هناك في كل حيب بإيران في مدن مجموعات تسمى نفسها أولاد خارتنا وأولاد الهارة فهؤلاء يسترون بيانات كل ثلاثة أيام لتحديد موئة المظاهرات فلذلك الآن مظاهرات في ايران مرتين في الأسبوع وذلك اللي منع الناس ان يشعروا بالتعب وفتح المجال للنظام لمطارد المتظاهرين بس هل في تنظيم عام لكل هذه التظاهرات دكتور علي بشكل انه اليوم الكل يلتزم عبر المدن نعم كل مدينة عنده أولاد هارتنا وأولاد الهارة وهؤلاء لا نعرفهم يعني هم أناس غير معروفين أنا عارف بعضا منهم ولكن يعني ليسوا معروفين لدى السلطة نعم وهؤلاء قادرين على إيصال كلمتهم إلى الشعب نعم ونهنوا إذن في خدمتهم فلذلك هذا مهم جدا الثورة بدأت وانتلقت نعم ولا يمكن التراجع أبدا بعدما شاهدنا في برلين في واشنطن في مشهد في تنوان في أبدا يعني يبدو أن النظام يسوق لموضوع الإصلاحات وهذا الأمر على ما يبدو هو مرفوض تماما من جانب الناس فعليا هل أصلا كان في بأي لحظة من اللحظات استعداد لدى النظام بالقيم بإصلاحات؟ ومن ثم يعني السؤال الأهم هل أصلا أي إصلاحات اليوم قد تكون كافية لتهديئة الناس؟ سيدتي لما يعتبر علي خاملي المتظاهرين بأنهم بلتجية وأملاء إسرائيل وأمريكا كيف يمكن مصالحة؟ مصالحة بين طرفين يؤمنون أو يعترفون بالطرف الآخر حتى في حرب ويتنام في كل مظاهرة في مولندة أيام يوروزرسكي ورعينا بأن الطرفين يعترفون ببعض وملبذ ولكن في إيران الشبب لا يعترف بالنظام والنظام لا يعترف بالشعب فلذلك لا يمكن مصالحة قمة المصالحة رعيناه في أيام خاتمي اختيالات سياسية كم أدد زملائي ورفاقي ممن قتلوا على عيد أملاء خامني في وزارة الاستقبارات واليوم نرى نفس الشيء نقين فتاة جميلة قتلوه يعني قتلوها فكل يوم هناك قتلة ونحن ننقل هذا الموضوع بشكل متواصر يعني هو لا يتوقف موضوع القتل ولكن من ناحية تانية عندما يتم الحديث عن أنه أحد المسؤولين اليوم الإيرانيين قال بمازندران طبعا أنه سيتم شنق الأصوليين وأيضا الإصلاحيين بحال فعلا حصل شيء ما للنظام الإيراني أولا لترويع الإصلاحيين لترويعهم ولكن بنفس الوقت طرح المتحدث باسم الإصلاحيين قد أعلن اليوم بأنه سيضافي عن النظام ضد المتظاهرين ولكن حدف بس طرح الموضوع هل في طرح أصلا اليوم في خطاب لدى المسؤولين بالنظام الإيراني عن أصلا إمكانية سقوط هذا النظام يعني هل هو مطروح بالتأكيد بالتأكيد سيدي يعني أنا أقول لكم سيطروا على الإنترنت أغفوا الإنترنت ولكن شبابنا يعرفون كيف يقيمون التواصل والتواصل مستمر بين الداخل والخارج والتواصل مستمر بين مدن وبين أحياء في كل مدينة تحبوا الإنترنت